في المكسيك لقي 13 شخصا على الأقل حدفهم وأصيب حوالي 70 آخرين إثرا هي ريجسري متر معلق لحظة مرور قطار من فوقه في مكسيكو الليلة الماضية وفق مصادر رسمية وأظهرت مشاهد بثتها القنوات المحلية أظهرت عشرات رجال الأطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية